دايماً بنجيب لحضراتكم أيضاً أبرز الأخبار المحلية ونيجي لسيف عيسى طبعاً نجمنا في التايكوندو ونجمنا الكبير الأهلاوي اللي كان مشرفنا القناة النادي الأهلي بعد طبعاً مداليته الإولمبية سيف عيسى لعب منتخبنا الوطني ونجمي نادي السيد التايكوندو حق المدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى اللي تلعبت منذ أيام في السعودية وهي أكبر بطولة للتايكوندو على مستوى العالم حق فيها البرونزية سيف عيسى حق طبعاً الإنجاز ده في وزن تحت 80 كيلو جرام بعد فوزه على بطل أمريكا بنتيجة 2-0 في مطش المدالية البرونزية سيف كان بدأ مشواره بالفوز على بطل أستراليا بنتيجة 2-0 وبعدين فاز على بطل تونس فراس قطوس بنفس النتيجة برضو 2-0 وبعدين خسر قبل النهاية قدام بطل كوريا الجنوبية 2-1 وكان مطش قريب جداً وبعدين طبعاً بعد فاز في مطش الثالث والرابع زي ما قلت لحضراتكم على بطل أمريكا بنتيجة 2-0 سيف عيسى طبعاً زي ما قلت لحضراتكم بطل أهلاوي وأعلن هنا على نفس المكان وفي نفس الاستوديو حبه وعشقه للنادي الأهلي منتمنى له كل التوفيق ومنبريك له على هذا الإنجاز الكبير وإن شاء الله مستنين منه إنجاز أكبر في باريس 2024 بإذن الله هنروح لسلاح الشيش وإنجاز مصري آخر على أبو القاسم يحتل المركز الثالث أو التصنيف الثالث عالمياً في إنجاز هو الأكبر لعلى أبو القاسم من تحت الدولة للسلاح أعلم من شوية أو منذ قليل التصنيف الجديد للعيبة سلاح الشيش بعد نهاية بطول الكأس العالم للكبار ولتلعبت في العاصمة اليابانية توكيو دي صورة طبعاً نجمنا المصري على أبو القاسم في الفترة بطولة تلعبت في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر اللي احنا فيه التصنيف كان جاي فيه على أبو القاسم نجم منتخبنا الوطني في المركز أو التصنيف الثالث برصيد 132 نقطة وزي ما قلت لحضراتكم ده أفضل تصنيف حصل عليه على أبو القاسم في تاريخه مع اللعبة على أبو القاسم كان في المركز الخامس في التصنيف الأخير قبل ما يطلع للمركز الثالث وده فضل برونزية بطولة العالم وليتلعبت في اليابان وحققها مبارح ألف من يوم مبروك لعلاء وكان يقدر طبعاً يوصل لمدالية أفضل لو لا الإصابة اللي حس بيها بعد ما صعد لقبل النهاء يعني اللي أخره هو إصابته الحقيقة لأنه حلقة فكرة السلاح أو سلاح الشيش من أعنى في الرياضات لأنه محتاجة تركيز قوي وريأكشن عالي جداً كل عضلاتك شغالة انت عايز رريأكشن عالي فبيحصل استرس قوي جداً العضلات والحقيقة بيحصل إصابات كثيرة ألف سلامة على أبو القاسم وإن شاء الله بإذن الله تصدر التصنيف بالمجود والتعب مع اتحاد ناجح الحقيقة موفر له كل شيء اتحاد ناجح الحقيقة بقيادة طبعاً الكابتن عبد المنعم الحسيني هو واتحاده بالكامل موفر له المنتخبات كل سبل النجاح نتمنى إن شاء الله التوفيق وطبعاً أكيد بنفكر حضراتكم من علاء هو صاحب فضية أولمبيات لندن عشرين اتناشر عشرين اتناشر يعني هذا لعب أولمبي حقق مدالية أولمبية قبل كده فإن شاء الله منتظرين منه وللأ يحقق تانية مدالية في باريس عشرين اربعة وعشرين كل التوفيق لعلى أبو القاصم كده يكون خلصت أخبارنا سواء داخل جدولنا دي الأهلي وأيضاً محلياً هتطلع لفاصل عشان بعد الفاصل نستضيف طبعاً أبطال منتخب مصر تاتة اعتلاتة لكورك السلة واللي استطاعوا أن هم يفوزوا بطوط أفريقيا منذ أيام واستطاعوا أن هم يتأهلوا بطوط العالم في المجر هتتلاقي إن شاء الله في عشرين اتاة وعشرين العام الماضي وهيكون معنا نجم من نادي الأهلي ومنتخب مصر أيضاً للشباب كريم حاتم ولكن بعد الفاصل